مساء الخير مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من بيت لألكل وبالتحديد من استيديوهات التلفزيون الأردني والتي أيضا سنكمل الحديث في موضوع الأمن السبراني هذا الموضوع الذي يشغل العالم أجمع لذلك لما له من أهمية ومن مخاطر ومن إدارة لهذه المخاطر فاسمحوا لنا أن نرحب من الجامعة الأردنية أيضا بالخبير في الجرائم الإلكترونية والأمن السبراني وأمن المعلومات الدكتور أحمد الحوطات أهلا وسهلا فيك دكتور الله يسلامك يا رب ويحفظك نحن نشكر التلفزيون الأردني بل استضافته في تعريف مفهوم الأمن السبراني ودور الأردن في هذا المجال أهلا وسهلا فيك يا دكتور الآن هذا المصطلح وهذا التخصص حتى في الجامعات وفي كافة مؤسسات العالم أجمع بات مهم جدا الجميع يتحدث بالأمن السبراني مخاطر الأمن السبراني لماذا أصبح العالم بهذا الاهتمام من أبعاد الأمن السبراني طبعا نحن نلاحظ أن التكنولوجيا بشكل عام أنها قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية ودور الإنترنت كذلك في انتشاره وكذلك ربطها مع الإنترنت هي إنترنت الأشياء بحيث أصبح كل شيء مرتبط بالإنترنت وأصبح الآن بيد أي مواطن أو أي مستخدم التكنولوجيا بيده مثل الهاتف الخلوي فالآن أصبح بات أننا لازم نركز في دور حماية وتعزيز الأمن والمعلومات لتلك الأجهزة التي نستخدمها وحتى نحافظ على أمن المعلومات لأنها تعتبر المعلومات قيبة ونحن نرى دور الأردن كمان أنه أصبحت الآن الحكومة الإلكترونية المعلومات المواطن الأردني مرتبطة بشكل تام بكل شيء إلكترونيا مخاطر الأمن وأهميته الأمن السكراني لا تنطبق على الأفراد فحسب ولا تنعكس على الأفراد وإنما أيضا لها مخاطرها ومحاذيرها حتى على المؤسسات نعم الآن يا دكتورة نلاحظ أنه الآن أصبح بكل مؤسسات الحكومية يتم التسهيل للمواطن بأن يتم معاملته من خلال الإنترنت أو منصات من خلالها يتم إنجاز المعاملة بجسر وتلك المنصات تحتوي على معلومات الرئيسية والكاملة للمواطن بشكل عام أو مستخدمها وهذه البيانات نحن كمؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة يجب أن تعمل على حماية تلك المعلومات من تسريبها وكذلك المستشفيات يوجد خصوصية لهذه المعلومات ويجب علينا أن نحافظ عليها حتى لا يتم استغلالها أو تعديلها أو سرقتها لأمور ذات النواية السيئة الآن الـ 5G نحن نقادمون عليه نعم يعني الآن كل البيانات بدأت تصير مرتبطة في هذه المرحلة كم له محاذير ما أهميته ماذا سيضيف نعم نلاحظ أن الـ 5G له فوائد وله سلبيات من فوائده أنه ممكن نقل الداتا بسرعة جدا وكذلك تحميلها وكذلك ممكن أن تصل بوقت أقصر من المعمول فيه حاليا في الـ 4G لكن بعض العلماء والباحثين في هذا الموضوع أثار بأن ممكن إذا أصبحت هجمة الإلكترونية ممكن يأثر على نقل تلك البيانات وكذلك من ناحية طبية مثل ما أخبرون الطباء في الصحيين أخبروا أن الـ 5G يؤثر على الجسم الإنسان بأمراض مستقبلية إحنا وين رايحين كم ثقافة الوعي عند الشباب على سبيل حماية المعلومات لبرايباسي لحماية البيانات في عنا وعي كافي من خلال مناهجنا من خلال جامعاتنا وأنت أستاذ جامعي في هذا الموضوع نعم نتحدث في هذا يعني إحنا خلينا نحكي بالعامية يعني إحنا لما نرى كيف البلد اللي وصلت فيه من الأمن المعلومات ترجعيه على الجيل القديم أكثر الشغل يستخدم والجيل القديم الموبايل فما دام أنه حط الكبير جيل الكبير حاط عمره المتقدم بالسن اللحق قبل الإنترنت وقبل النهضة التكنولوجية إذا كان حط على الموبايل وباسورد فمنحنا نحكي بخير الجيلنا اليوم الجيل واعي جيل صار الآن يعني ولد بالتكنولوجيا تم استخدامها بيده هو صغير يبتكر ويعمل على تطوير نفسه وعلى كذلك على حماية تلك المعلومات ويهتم في حماية المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي من وضع تحقق خطوتين يعني له تفكير جيد في أمن المعلومات ويعمل على كذلك على أنه يطور نفسه في هذا نعم الآن الأردن في هذه النقطة قطعنا شوط كبير جدا وانتبه الأردن مبكرا دكتور أحمد في قضية أن هذا الجيل يجب أن يكون متخصص في تخصصات جامعية أكاديمية أولا لها فرصة في سوق العمل رايح لأين العالم للأمن السبراني وهذه التخصصات وبالتالي كان للأردن ولجامعاتنا أيضا ومؤسساتنا تشاركية دولية مع دول أخرى لتبادل وتشارك الخبرات في هذا الموضوع طلابنا من الجامعات جامعاتنا الأردنية تبعث أبنائنا إلى الخارج حتى أنهم يكتسبوا أيضا هذه الخبرات والتشاركية وأنت أستاذ جامعي وأيضا خبير في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية كم في الأردن قطعنا شرط من ناحية المناهج تشارك الخبرات الدولية تخصصات التي لدينا في الأردن التي واكبت التطورات في العالم في هذا المجال طبعا الجامعة الأردنية أثرت بالاهتمام بتخصص الأمن السبراني والذكاء الإصطناعي بشكل ممتاز جدا بحيث أن المناهج مربوطة بسوق العمل يعني الطالب يأتي عندنا بالجامعة ما بيأتي أنه عدم واخد بس يأخذ شيء نظري لم ينزل السوق العمل ما بيقدر أنه يشتغل بيديه أو يجد فرصة لأنه نحكي الآن تعتبر مهنة مهنة رائعة جدا والمهنة كذلك مرنة والمهنة متطورة فنحكي الأمر السبراني إذا ما كان الشخص يشتغل بيديه أو بسوق العمل ممكن لا يجد فرصة عمل وكذلك لا يقدر تطور نفسه ولا يبتكر لأنه هذا فيه منهجية الابتكار الأمن السبراني تعتبر فيه منهجية الابتكار وكذلك كرست الجامعة الأردنية مختبرات وكذلك جامعات بشكل عام الأردنية إن كانت رسمية أو خاصة هذه جامعات كثيرة في الأردن نعم نعم معظم الجامعات في الأردن يوجد فيها مختبرات مختصة في التحقيق بالأدلة الرقمية وهي مهمة جدا وكذلك مختبرات محاكاة الهجمات الإلكترونية كيف نحن نقدر نعمل هجم الإلكترونية حتى ندرس أفكار المهاجم الإلكتروني حتى نقدر نتصد دلائلها ونقدر كمان نبتكر شغلات جيدة لحماية حمايتنا أو الحد منها نعم دكتور وأنت لك تجربة وأنا أعلم فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية كم قطعنا شهود فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وأنت تعلم الآن أصبحت الجريمة عن بعد هي إلكترونية وهناك قوانين أيضا أدينا في الأردن تطورت وتم التطوير على هذه القوانين فيما يتعلق بقانون جرائم الإلكترونية في الأردن كم هو متقدم ومواكد نعم نعم الآن شايفوا ممتاز بالنسبة للعالم نحن نحن كوننا تشريعات وقوانين نظمت وضبطت تلك الجريمة والقوانين المعمول فيها نعم الآن فيما يتعلق بإنعكاساتها للهجمات السبرانية وقضايا الأمن السبراني على المؤسسات في كافة القطاعات قطاع البنوك على سبيل المثال نعم الآن شاهدنا صائح يعني ممكن أن نوجهها لكل الناس اللي عم بيشاهدونا ويسمعونا في بيت للكل أحيانا توصلنا روابط يا دكتور نعم افتح الرابط أو إليك بيانات حسابية أو قد ربحتها من بنك كذا مبلغ مالي افتح للدخول الآن كم هذه الروابط خطيرة هذه الروابط شو هي بالزبط الروابط هذه تعتبر هي عبارة من الأسليب الهندسة الاجتماعية يستخدمها المهاجم الإلكتروني تعمل هذه على جمع المعلومات من الأجهزة في حال أنت عملت تكليك عليها إذا عملت عليها أنت تضغط على هذا الرابط أو اللينك أنت يتم جمع معلومات عنك اللي هي الـ IP Address موقعك الجغرافي معلومات الـ Laboratec System اللي تشتغل عليها هذه المعلومات يمكن أن يتم استخلالها باختراق جهازك إذا حصل على الـ IP Address يعتبر الـ IP Address هو عبارة عنوانك الإلكتروني اللي ممكن أن الشخص باستخدام إحدى الأسليب أو الأدوات المستخدمة في الميتاسبلويت أو الأرميتاج اللي يستخدمها المهاجمين المحترفين في إختراق عن بعد الآن كم هذا الهاتف النقال أحيانا بأيدينا إليه مخاطره شوفي نصائح حتى نحمي ويكون فيه برايفيسي للبيانات الموجودة عندنا شوفي الأخطاء اللي بيوقعوا فيها الأفراد من عدم قدرتهم على حفظ تلك البيانات هلأ كل الناس بتفكر بأنه حفظ البيانات أضع باسورد على هاتف النقال فإحنا بدنا نصائح كخبير يا دكتور بأنه كيف نحمي بياناتنا على الأجهزة أجهزة الهواتف النقال طبعا بداية الأمر كل واحد استخدام الهاتف في النقال أصبح سهل جدا للغاية لكن يتناسب بعض المواطنين أو المستخدمين بأن يعمل حماية تلك البيانات أول شغلة نحن نحكي أنه دائما عندما نربط هاتفنا بإيميل يجب الإيميل أن يكون معمول له التحقق بخطوتين نحكي عنها حيث أنه هذا الإيميل يحتوي على جميع المعلومات التي نخزنها لما سير عملية بحيث نقل المعلومات من الجهاز وأخذ نسخة احتياطية منه في الإيميل بعض المواطنين يتجاهل أن الإيميل بسورده شو هو الرقم السري له هذا الإيميل فإذا أنت دسيت هذا الإيميل يعتبر أنه مشكلة التي صارت عندك لا تسترد البيانات ثاني شغلة نحن دائما التطبيقات التي ننزلها لازم نتأكد ما ننزل التطبيقات هناك مخاطر للتطبيقات طبعا يوجد في بعض مخاطر التطبيقات في حال لم تلتزم صانع التطبيق عندما عمل رفع طبعا نحن صناع التطبيقات يجب أن يلتزموا بستاندر معين هذا المعايير إذا لم يلتزم بها أصبحت لغاية أخرى هذه تصبح ليست قانونية في استخدامها فننزلها المستخدم ومن خلال ننزل أي تطبيق تسمح بالدخول إلى استوديو تسمح بالدخول إلى الصور تسمح للميكروفون أنت الآن أصبحت عامل شيرينج لموبايلك وهذا يعتبر إذا لم يكن التطبيق وثقان في 100% يعتبر أنه تجسس عليك كامل تكنولوجيا سهلت الحياة وكم أعطتنا ميزات عديدة جدا كم قربت لنا البعيد وكم جعلت الأمور أسهل في حياتنا بالمقابل كم عرضتنا للمخاطر يعود ويرجع الموضوع للوعي ولذلك كنا نقول قبل الهواء دكتور بأنه كم ضروري أن تكون هناك مناهجنا حتى في مرحلة الدراسة المبكرة أن نعلم أبنائنا موضوع الأمن السيبراني لأن هذا الجيل كله على الموبايلات وعلى التكنولوجيا ساعدنا بتواجدك معنا الدكتور أحمد لحويطات وحضرتك الخبير في الجرائم الإلكترونية وأمن المعلومات كل الشكر لحضرتك لقدومك لبرنامج بيتلي ألكول شكرا أهلا وشكرا لكم جميعا ونشكركم على استضافة فيات فيزون الأردني وكل شكر لجميع العاملين أهلا وبرك كل احترام شكرا الله يستكلم